البداية الفعلي للأنظمة المنزلية كان في نهايات القرن التاسع عشر وهذه التقنيات سميت في بدايتها باسم التقنيات الموفرة للعمالة وكان من أوائل هذه الأجهزة أجهزة تسخين المياه والتي ظهرت في عام 1889 والغسالات في عام 1904 والثلاجات في عام 1913 لكن الازدهار الحقيقي لهذا النوع من الأجهزة جاء بعد تطوير البنية التحتية للمدن وتوفير خطوط الكهرباء في البيوت في المدن الكبيرة في بدايات القرن العشرين طبعا لا نستطيع إطلاق الأجهزة الذكية على هذا النوع من الأجهزة لكن في عام 1975 ظهر اسم الأجهزة الذكية بظهور ما يعرف بشبكة X10 هذه الشبكة هي متخصصة في تبادل المعلومات والأوامر بين الأجهزة في شبكة واحدة الهدف الرئيسي لشبكة X10 والتي كانت من تصميم شركة أسكتلندية هو ربط الأجهزة المنزلية مع بعض ليكون التحكم فيها سهل وموحد وبحلول عام 1978 تطورت هذه الشبكة لتستطيع التحكم ب16 قناة أو جهاز في نفس الوقت واليوم هناك عدد ضخم من الأجهزة المنزلية الذكية والشبكات المنزلية المتصلة مع بعض لتقدم خدمات مختلفة لسكان المنزل ففي أمريكا على سبيل المثال ارتفع عدد المنازل التي تصنف على أنها منازل ذكية في عام 2018 لـ 300 ضعف مقارنة بعشر سنوات سابقا حاليا الشركات المحتكرة لهذه التقنيات هي الشركات أمريكية وصينية حلقة اليوم هي عن تقنية خاصة بالمنازل الذكية كانت من تصميم الاتحاد السوفيتي حلقة اليوم هي عن نظام سفينكس السوفيتي الذكي في نهايات القرن الماضي كان العالم كله بين قوتين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وكانت كل قوة تسعى للفوز في مجال معين على القوة الأخرى وأشهر ما سمعنا عنه هو سباق الفضاء الاتحاد السوفيتي في الثمانينات من القرن الماضي كان قد بدأ أولى خطوات الانهيار وكان لابد من محاولة لإعادة هذا الكيان العظيم ليس سياسيا فقط ولكن حتى تقنيا وتكلمنا سابقا عن انهيار الاتحاد السوفيتي بشكل مفصل وستجد الرابط في الوصف المبهر أنه في بدايات انهيار الاتحاد السوفيتي في الثمانينات من القرن الماضي استطاع علماء الاتحاد السوفيتي من توقع حياتنا في القرن الواحد وعشرين بشكل دقيق للغاية العلماء وضعوا تصور لشكل العالم من استخدام الأجهزة المنزلية وارتباط كل الأجهزة بشبكة معلوماتية واحدة بل وحتى شكل الساعات الذكية الحقيقة أن فكرة الذكاء الصناعي والأجهزة الذكية لم تكن حكرا علينا نحن أبناء القرن العشرين بل أن هناك محاولة طوال التاريخ لإنتاج أجهزة تسهل علينا الحياة وتعتمد على الطاقة في عملها وفي عصور الظلام في عز سيطرة المسلمين على العلوم والسياسة كان هناك إنتاجات تعتبر إعجازية في وقتها مثل النوافية التي تعطيك معلومة الساعة بشكل دقيق وفي عز ظهور روايات الخيال العلمي بدأ البشر يفكرون بشكل أكبر بهذه التقنيات ويبحثون عن تقنية تتيح لنا الراحة وتتوقع وتنتج ما نحتاج له وفي منتصف الثمانينات من القرن الماضي كان الاتحاد السوفيتي يعيش فترة تسمى بمرحلة الانكماش لكن اقتصاد الاتحاد السوفيتي مختلف هناك مجالات لم تتأثر بهذا الانكماش واستمرت في الحصول على دعم مالي ضخم بشكل سنوي من أجل تحسين صورة السوفيت وأيضا الانتصار في الحرب الباردة هذا التمويل في الحقيقة لم يضيع ولكنه قدم أفكار وابتكارات سابقة لعصرها كان هناك في الاتحاد السوفيتي مجلة تسمى تيكنيتشا أثريتيكا وهذه المجلة هي أول من طرح فكرة المنزل الذكي في إحدى النسخ في عام 1987 طبعا هذا كان وقت الإعلان الرسمي عن النظام والذي حمل اسم سفينكس النظام الذي طرحته المجلة كان وكأنه التوقع الدقيق لحياتنا في القرن الواحد وعشرين النظام كان من ابتكار معهد البحث العلمي للتصميم الصناعي والتابع لحكومة الاتحاد السوفيتي والملقب اختصارا بفينيتي أو بين العامة باسم المعهد المعهد قام بعمل دراسة عن الأجهزة المنزلية في ذلك الوقت ووصل لنتيجة واحدة الأجهزة في ذلك الوقت الأكثر استخداما في المنازل كانت التلفزيون والكمبيوتر وأجهزة الموسيقى وفي بعض الأحيان الطابعات والفاكسات هذه الأجهزة كلها تفتقد لوجود نظام يربطها ببعض وفي الدراسة وجدوا بأن هناك اشتراك بين الأجهزة في نوعية الوظائف التي تقدمها مثلا التلفزيونات والكمبيوترات وأجهزة الموسيقى كلها تستطيع أن تقدم للمستخدم الموسيقى الذي يحبها ولهذا هناك حاجة لأن يكون هناك نظام موحد يربط كل هذه الأجهزة ببعض ويقدم خدمات مختلفة حسب التصميم الأولي سيكون هناك معالج مركزي موحد هذا المعالج يكون مرتبط من خلال الكابلات بأنظمة خارج المنزل مثل الراديو والهاتف وفي النسخة المحدثة للنظام يستطيع المعالج المركزي للمنزل تبادل المعلومات وأرسالها بعد ذلك تم إطلاق نموذج ثاني من الخدمة نموذج الثاني قدم خدمة تبادل المعلومات رقميا وفي مستند النموذج الثاني وضع العلماء أمثلة لإرسال واستقبال ملفات الفيديو والموسيقى وحتى برامج الألعاب والتعليم كل هذا كان تصميم للنظام ولم يكن أساسا مصنع والسبب هو أن أجهزة ترانزيستور كان يجب أن تكون أصغر وأقل سعرا وهو ما ذكر التقريب بأنه شيء محتوم وقريب التقرير ذكر بأنه بمجرد تطوير تقنيات الترانزيستور سيحقق هذا ثورة صناعية حقيقية في الاتحاد السوفيتي التصميم الثاني يشمل على المعالج المركزي الذي يستقبل معلومات من خارج المنزل ويرسلها لشاشات وسماعات مختلفة في المنزل المعالج الرئيسي يستطيع عرض فيلم في غرفة واحدة وفي نفس الوقت يشغل ملف موسيقى في غرفة أخرى إضافة أنك تستطيع أن تشغل لعبة في غرفة الأطفال أيضا التصميم الثاني وضع كثير من السيناريوهات ومنها أمكانية تشغيل كتب الصوتية والموسيقى والإلعاب وملفات الفيديو وأيضا تسديل الفيديو لأي غرفة من الغرف وأرسال تنبيه في حال كانت هناك حركة في أي غرفة وهذه التنبيهات حسب التصميم ترسل للساعات الذكية لأصحاب المنزل حتى لو كانوا في الخارج بعد الانتهاء من التصميم الأول والثاني بدأ العمل على التخطيط لتنفيذ هذا المشروع وهنا واجه المعهد مشكلة حقيقية وهي في تصميم البيوت والشقق السوفيتية تكلمنا سابقا عن شكل البيوت في عز الاتحاد السوفيت المميز هنا أنها تتشابه بشكل كبير وهذا يسهل المشروع ولكن العيب هو أن التصميم لا يسمح لإضافة بنية تحتية لتوصيل الخدمات الذكية هذه كل الشقق والبيوت تحتاج لإضافة وتوصيل عدد كبير من الكابلات وهذا الأمر يحتاج لوقت وجهد ومال المشروع صحيح أنه لم يظهر للنور بسبب التكلفة العالية وأيضا انهيار الاتحاد السوفيتي لكن التصاميم الأولية لنظام سفينكس ثورية بكل معنى الكلمة التصاميم الأولية أيضا ذكرت النظارات الذكية والتي تتغير حسب حالة الطقس وتعرض معلومات للمستخدم المعالج الرئيسي حسب التصميم الثاني مصمم ليكون صغير الحجم ليكون متناسب مع أحجاب المنازل الصغيرة في الاتحاد السوفيتي وأيضا بالإمكان تحديث النظام وإضافة خدمات أخرى من خلال أقراص سيدي وأيضا في التقرير وضع السوفييت فكرة أن يكون هناك قرص مدمج لكل واحد من سكان المنزل وفيها يستطيع أي شخص الحصول على معلومات حول هذا الشخص مثل نشاطه داخل المنزل والمعلومات الصحية الخاصة به وأيضا التقرير النهائي للنظام ذكر بوجود خدمات مراسلة بين أعضاء المنزل والخارج إضافة لنظام مكالمات الفيديو التقرير قال بأنه بحلول الثمانينات من القرن الماضي سيكون هذا الجهاز جزء من أغلب البيوت في الاتحاد السوفيتي من هذا النظام ظهرت النماذج الأولية من عناصره فنجد هذا هو شكل جهاز التحكم جهاز التحكم هذا وحده يعتبر ثوري جدا به شاشة خاصة وآلة حاسبة ومساعد صوتي خاص وأيضا نجد شكل آخر من أجهز التحكم واليوم جميع النماذج الخاصة بالجهاز متوفرة ومعروضة ضمن أفرع المعهد انهيار الاتحاد السوفيتي تسبب في إيقاف كثير من المشاريع ومنها مشروع سفينكس بل قيل بأن الاتحاد السوفيتي كان يعمل على إنتاج سيارة كهربائية واليوم لا نملك إلا على مخططات ودراسات ونماذج أولية للمشاريع كان من الممكن أن تغير شكل الحياة وتكون التقنيات التي نملكها سابقة لعصرنا بما يقارب العشرين عام شاركنا بتعليقات أريك في هذه الحلقة وإذا وجدك محتوانا ادعمنا من قلال الاشتراك وممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع مختلفة ومنوعة